تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تموينية بمضبطات تصل لأكثر من 5260 طن مواد غذائية وكذلك حوالي 11615 عبوة زيت وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط أكثر من 100 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيقة في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط ما يزيد عن 133 طن كما تم ضبط 80 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء